سوق اشتهر بالكامل ببوش بازار في مدينة كابل وذلك لأن البضائع في هذا السوق كان يتم توريدها من القواعد العسكرية الأجنبية وخاصة الأمريكية وكان المترجمون الفوريون والسائقون والطهات في المعسكرات الأمريكية قد جلبوا هذه البضائع وباعوها تم إنشاء هذا السوق قبل أكثر من 15 عاما وكان قبل ذلك يسمى بسوق آريا فاشتهر ببوش بازار يتم في هذا السوق بيع الملابس المستعملة والمعدات الأمريكية والمكملات الغذائية والأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والعناصر الأخرى التي يحتاجها الجيش من مأكولات ومشروبات وتعتبر بشكل عام ذات نوعية جيدة الأشياء التي يتم ويعها في هذه السوق عالية الجودة وذلك لأنها أجنبية والزبائن يفضلونها على غيرها يقول البائعون في هذا السوق إن معظم زبائنهم ما زالوا يطلبون منهم أدوات وأجهزة أمريكية لكن بما أن هذه المصادر قد توقفت فإن أعمالهم التجارية تواجه ركودا منذ شهور عملنا وتجارتنا مقارنة بالماضي تقلصت وهذا أمر طبيعي في التحولات السياسية وبالتالي تواجه تجارتنا تقلصا كبيرا في هذه الأيام كما أن عدد الزبائن قليل كان هذا السوق يحمل اسم سوق آريا قبل وصول القوات الأمريكية إلى البلاد وبعد سيطرة طالبان على كابل لم يعد الاسم السابق إلى المسمى فغيرت طالبان اسم بوش بازار إلى مجاهدين بازار في وقت ما زال السوق يشتهر بين المواطنين ببوش بازار بازار بوش الإبن يشبه بازار بريجنيف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق والذي تم إنشاؤه أيام تواجد القوات السوفيتية في أفغانستان ثم اختفى ذاك السوق بعد انسحاب تلك القوات من البلد يبدو أن هذا السوق سيواجه المصير نفسه عبدالله ناذر العربية كابل